على كل حال مبروك تاني للنادي الاهلي والنهاردة كمان عايزين بقى نروح محضراتكم لمفت الملف اخر وحنرجع طبعا للحديث بالتفصيل في الفقرة الحوارية عن كل ما يرتبط بالنادي الاهلي لكن دلوقتي ملف تاني مهم جدا وبرضو حدث رياضي يهم اعتقد كل الجماهير الاهلوية بشكل خاص وهو افتتاح منافسات بقى منذ العالم للاندية واللي بيشارك فيه النادي الاهلي هنا منتكلم للمرة الرابعة على التوالي يعني بعد مشاركات كانت مميزة جدا خلينا نرجع عليها شوية اخر 3 نسخ 20-21 لعبنا امام بارم نيونيخ فيه نصف النهائي 20-22 وصلنا للدور نصف النهائي للمرة التانية وكسبنا الميدالية البرونزية و20-22 لعبنا انا قلت 21 الفاتت عفوا و22 لعبنا فيه الدور نصف النهائي برضو امام ابطال اوروبا ريال مدريد بقى انت متخيح يعني بطل ابطال اوروبا فعلا والنسخة الحالية انت بتتكلم برضو عندك اكيد طموحات كبيرة جدا بإذن الله ان احنا نكون في موقف برضو افضل لان انت اصبح من الطبيعي والمنطقي جدا كنادي اهلي يكون دايما او تكون دايما مرشح لي الوصول لمنصات التتويق فأي بطولة مفروض ان انت بتشارك فيها والتواجد كبان يا كريم في النهائي امام عملاق اوروبا ده اللي بيطلق عليه فعلا عملاق اوروبا منشستر سيتي هو امر ايجابي جدا ورائع جدا بس خلينا ناخد الامور برضو بالتدريج لان اكيد البداية مش سهلة واللي يجي يقولك يا عم انت يعني حلمك هتوصل للمان سيتي يعني خلاص ارضى كده بمباراة ولا اتنين واخلاص او انجز فيه ناس بتتكلم باللهجة دي على فكرة ولو انت فكر برضو السنة اللي فاتت لما طلعنا تكلمنا مع حضراتكو لما كان في حملة هجوم لما طلعنا رابع العالم النادي الاهلي طلع رابع العالم وكان فيه ناس بتهاجم والناس اللي بتهاجم دي كانت اصلا عمرها ومش كانت يا لسه ما وصلتش اصلا انها تشارك في البطولة دي ما احترامي للجميع ما تتكلمش عن حد بعينه بس انا بقول لحضراتكم حقائق وتاريخ اللي كان واكتر من 50% كانوا بينتقد ده كانوا ناس اصلا ما شافتش البطولة دي هي سمعت عنها بس يعني هي سمعت عن البطولة وبعدين لما طلعنا رابع العالم زعله يعني بجد فيه حاجات غير منطقية تماما بس على كل حال هنرجع نقول تاني النادي الاهلي يقدر وفرسته على فكرة السنة دي اعتقد كبيرة اوكلاند سيتي من الاندية الضعيفة يعني بس ان الاندية مش كانت مرشحة اصلا واندية سهل ان انت تفوز عليها كفنية اتحاد جده اتحاد جده ليس الافضل طبعا زي ما احنا متابعين خالص عنده غيابات وعنده اصابات وحنا لو استغلينا نقاط ضعف المنافس اعتقد ممكن ان احنا نفوز بسهولة على اتحاد جده وهكذا بقى بعد كده ان شاء الله القادم لكن اتمنى الوصول يعني لنصف النهاية اتمنى ذلك اكيد من المورسات الكروية اللي لازم تتغير عندنا في الفترة اللي جاي ان شاء الله لان حتى من منطلق وطني لازم تتغير فكرة ان انت يكون عندك نادي مصري ما اهلي او غير اهلي بيشارك في بطولة عالمية ما بل تكون كاسر عالم للاندية مثلا هنا بقى ما ينفعش بقى في انتماءات يعني هنا المفروض كلنا نشجع الفريق المصري اللي بيمثل مصر واللي لو وصل لمراحل متقدمة ولو فاز بها دي البطولة ايا كانت اي هي فعالم يعني عالم مصر كلها يعني مش مجرد نادي لازم حتى من منطلق وطني نغير الطريقة دي ما ينفعش حتى لما نيجي نتكلم على المنتخب لما نيجي نشجع منتخبنا هو بيشارك في اي بطولة اللعيب الفلاني عشان اهلاوي او اللعيب العلاني عشان مش اهلا يعني خلاص احنا هنا بنتكلم على مصر او من ينوب عنها او من يمثلها دي من اهم الحاجات اقول لك انا حاجة نسهلها تعال نسهلها ما تشجعش المنافس بس ما تنتقدوش يعني انا متفاهمة جدا يعني انا مثلا كان اهوند انا معرفش اشجع نادي تاني دي للنادي الاهلي بصراحة بس لو في نادي تاني حيمثل مصر في بطولة ما عمري ما حبقى ضد النادي ده وبجد اه ممكن ما شجعوش بس لو فاز مش حاز على الخالص بالعكس مش مصر هي تعتبر دولاتي اللي كانت بتنافس وفازت بس مش هازم اشجعو من قلبي بس مش هزعلو مش هنتقد على الاقل ما تنتقدش على الاقل ما تقللش من النادي التاني اللي هو مفروض بيمثلك هيا دي النقطة احنا اخر مشاركة للنادي الاهلي في موضيان العالم الاندية انا عن نفسي شفت حاجة بالنسبة لي كانت غير مسبوقة وعادت اتفرج عليها بامعان وكاني متفرج على خيال علمي لما نلاقي ان احنا بقى عدينا مرحلة ان احنا منشجعش الفريق المصري اللي بيمثل مصر في كاس العالم للاندية لا انا احنا كمان نشجع الفريق المنافس ونرفع عالم لا 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 ده كان فيه عبسيات غير طبيعية اتمنى ان العبس ده ما يتمش تكراره هو عبس فعلا اوالله يا عبس بكل ما تحمله الكلمة من معنى الحقيقة اشتركوا في القناة